يا صباح الخير وصباح الفل وعودة بعد غياب فترة رمضان بنرجع لحضراتكم ومرة تانية وعشر الصبح في الأهلي البرنامج الصباحي الخاص بقناة الأهلي وبحضراتكم جميعا اللي بنحاول على قد مريق الدار برضو إن هو يكون نوع مختلف من البرامج اللي حضراتكم تعاودين عليها إحنا ما بنحللش كورة لو نتكلمش قوي في فنيات لكن إحنا بندي لحضراتكم أهم الأخبار وما يقال والحصريات وغيره وغيره فيما يعني يخص النادي الأهلي وأخبار كمان الرياضة المختلفة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي على كل حال مش عايز أطول على حضراتكم بس عايز أقولكم أن أنت وحشتونا بجد جدا جدا كانت طاية يمكن راحة شوية للبعض ولكن في نفس الوقت يعني إحنا ممكن نقول إحنا أو فريق العمل أو غيره لا أجهزة محدش بيزعل منها بس في نفس الوقت وحشتونا وحشنا الشغل وحشنا أكيد البرنامج وليك وحش الله يا كريم والله وأنتي كمان صباح الفل صباح العسل عليك صباح الفل على كل حضراتكم وسيدات والسادة متابعين مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم أهلا بيكم في أول حلقة بعد عودة بقى يعني إحنا آخر مرة نلتقينا بحضراتكم أنا ونهواندة كانت تقريبا للأسبوع الثالث من رمضان ففعلا ليكم وحشة كبيرة دقوا البرنامج شهر آه طبعا بقالنا شهر وشوي إن شاء الله تتسعدوا معنا من خلال متابعاتكم لحلقتنا النهار ده زي ما قالتنا هواد ده هنعمل اللي بنعمله بشكل اعتيادي هنتكلم معكم في كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالنادي الأهلي سواء فيما يتعلق بي الفريق الأول لكرة القدم أو كل الرياضات إلى جانب طبعا إن احنا هنقول لكم على إيه اللي بيستجد على الساحة الرياضية على مستوى العالم من خلال سلسلة أخبارنا ده كله بيحصل في الجزء الأول من حلقتنا لكن جزءنا التاني هكون معنا من خلاله فقرتين حواريتين الفقرة الأولى هنورى من خلالها كابتن عمر بشير وهو حاصل على رقم قياسي بموسوعة جانس لأرقام قياسية في تنطيط كرة القدم وفقرتنا التانية هنورى من خلالها كابتن مهر همام نجم النادي الأهلي السابق ولكن اسمحونا قبل ما نبتدي حلقتنا هناك عزاء واجب بس يا كريم الواحد كان نفسه أنه هو كمان يبدأ النهاردة أول حلقة أو نقول صباح النصر زي ما احنا متعوذين مع حضراتكم وفكرة كمان بداية الأسبوع وبداية العودة مرة تانية والأخبار المفرحة للنادي الأهلي دايما يعني بيكون مالي بيها المنشطات والعنوين وغيره لكن للأسف الشديد برضو هنرجع ونقول البقاء لله وبنعزي أنفسنا قبل ما نعزي يعني أهالي الشهداء طبعا ما فيش بيت في مصر أعتقد ما كانش حزين على يعني الخبر الموجع أمس على جنودنا اللي استشدوا أثناء تصديهم لعمل إرهابي في منطقة تحديدا شرق القناة حاجة كانت مؤسفة جدا حاجة كنا قلنا خلاص يعني ربنا تاب علينا منها لكن للأسف الشديد الإرهاب يعني لا دينا له في نفس الوقت لا يتوقف وفي العالم كله مش عندنا بس يعني محدش يفتكر مثلا أن ده تقصير من مصر أبدا كل العالم بيتعرض ليه حملات زي دي وبتعرض لإرهاب من هذا النوع الخسيس فرحم الله طبعا جنودنا ربنا يحمي مصر ربنا يحمي شعبها ربنا يحمي جنودنا عز أولك يا كريم يعني برضو بمناسبة اللي احنا بنتكلم فيه ده أو الحادث اللي احنا دلوقتي للأسف بننعين أنفسنا قبل أي حد بخصوصه كان من كام يوم فيه فطار خاص بأهالي الشهداء مع سيدة الرئيس وكان فيه صالة كمان أنا كنت محظوظة الحمد لله أن أنا حضرت هذا اللقاء أو هذا الفطار اللي كان فيه تكريم للشهداء بتاعنا الخاصة بالدخلية أو بالقوات المسلحة أو كمان الأطقم التبية في الفترة اللي فاتت يعني عايز أقول لك كان ليهم دور لا يقل عن دور أي حد يعني أو أي جندي فعلا الأهالي بتوع الشهداء اللي لسه عندك من شهر 8 أو شهر 6 لسه يعني مستشهدين أو لسه متوفيين في يعني نتكلم في أو من خلال أشهر بسيطة جدا لما تروح بقى وتشوف السيد الرئيس هو بيقرمهم وإزاي كمان ولادهم أو زوجتهم الوجع اللي عندهم وكان فيه منهم بيبكي يعني بكاء انت من جواك قلبك بيوجعك فالوجع اللي احنا بنتكلم على الأساسه ده يمكن مش حاسينه بشكل مباشر لكن ربنا ما يوريه لحد فربنا يرحمنا حقيقي من اللي بيحصل ده وينتقم خلينا نقول في الأول وفي الآخر والواحد للأسف ما عندهش غير حاليا أنه هو يقول خالص التعايزي حقيقي هنعمل إيه بس هو أي دولة في الدنيا بتحارب الإرهاب أكيد مسألة القضاء على الإرهاب ما هياش عاملها سهلة وزي ما تقولي ما بتتمش فيهم وليلة دي حدوتها بتاخد وقت طويل قوي وبتستنزف موارد دولة وبتستدعي وجود تضحيات من كتير جدا من البيوت المصرية ما فيش بيت فيك يا مصر ما فيهوش جندي مجند أو صف زابط أو زابط سواء في قوات المسلحة المصرية سواء في وزارة الداخلية فإحنا بنتكلم على أن العزاء ده أو يعني هو عزاء واجب لأنفسنا إحنا بنقول دايما أنه عزي أنفسنا قبل ما نتقدم به أسمى وأصدق آيات العزاء لأهالي وأسر الشهداء إحنا بنعزي أنفسنا في المقام الأول وزي ما كنت بقول لكم ما فيش بيت في مصر يخلو من وجود جندي مجند فيه قوات المسلحة المصرية كمان يعني جنودنا كلهم هم أبناء الشعب المصري كله مبارح طبعا بطبيعة الحال حرصت كل مؤسسات الدولة وكافة الهيئات الرياضية على أن هي تنعي شهدائنا وطبعا كان النادي الأهلي بطبيعة الحال صباق وحريص سواء كان النادي الأهلي أو قناة الأهلي كانوا حريصين جدا على نعي شهداء الوطن ومئة قوات المسلحة اللي طالتهم يد الغدر في منطقة شرق القناة وطبعا قدموا أرواحهم فداء للبلد وربنا يتغمتهم برحمته ويمين بالشفاء العاجل يا رب العالمين على كل المصابين ويحفظ أبناء الوطن يعني القائمين على أمنه وسلامته وإحنا منتكلم على الناس دي بقى ما فيهاش ولا دي مش أفورة ولا صيغة كده بتتألف المواقف المشابهة إحنا منتكلم على الناس مش بس بيقولوا كده دل بيعملوا كده الناس بتضحي بنفسها وبأرواحها عشان البلد دي تقف على رجليها وعشان كلنا نعيش يعني هو ضحى عشان إحنا نعيش دي يعني حاجة متكررة نفسنا 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 إن إحنا نتوقف عن يعني الكلام عن هذه النوعيات من العمليات الإلهابية الغشمة ولكن هنرجع ونقول أكيد أكيد كل شيء وليه آخر وربنا يرحمهم برحمة الله للأسف يا كريم الدنيا يعني ما فيهاش خير بس الدنيا خير وشر طبعا وحتفضل كده إلى يوم القيامة فتحاجة إحنا عارفينها بس على قد ما نقدر الواحد بيدعي ربنا أن يبدع عنه الشر يبدع عنه أنا مش عارفة أقول عليهم بشر لكن هم أشخاص محسوبين على البشرية ومحسوبين على الإنسانية لكن هم لا ينتموا بأي شكل من الأشكال واجع القلب اللي انت بتعمله لكل بيت يعني بيفقد شخص وبيفقد ابني وبيفقد زوج يعني ليه في الأول وفي الآخر انت بتحاول تثبت إيه بتحاول تعمل إيه بتحاول تهد إيه حاجة بقت صعبة الصراحة جدا بس ربنا في الأول وفي الآخر موجود وأكيد مجودات الدولة لا تتوقف ونتمنى يعني في القريب العاجل فعلا أن احنا منقاش نسمع حاجة زي كده قبل أن هي بتحصل على أراضينا بس خليني برضو أنتقل للأمس والمباراة كمان لأن كان فيه مشهد محترم جدا حرس فيه لعبي الأهلي طبعا وبفاق ستيف الجزائري على البقوف كان دي أحداد على الشهداء الشهداء الوطن وقاتل المسلحة ده كان قبل انطلاق مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال لإفريقيا والانتهت زي ما حضرتكو عارفين بفوز يعني فريقنا بربعية نظيفة طبعا يعني هنرجع هنا بقى وزي ما بتقال حيب تستمر هنقول أن احنا منهاني لعبتنا والجهاز الفني والقدمه فعلا لو هنتكلم مبارح أداء تكتيكي كان رائع جدا بس فيه زي رسالة كده كريم احنا لسه عندنا كمان مطش العودة في الجزائر ودايما الأهلي بيحترم جميع منافسي زي ما حضرتكو عارفين ما عندناش حتة ان احنا خلاص دماننا مباراة في جبنة ولا دماننا بطولة في جبنة مفيش الكلام ده مهما كانت نتيجة مطش الذهاب احنا محتاجين برضو تركيز واداء أقوى يمكن كمان من الذهاب وبالتأكيد فوز أمس مهم تأكيد فوز أمس بيقوينا وبيدينا دفع كمان نحو النهائي بشكل أقوى لكن دايما الأهلي لا يسبق الأحداث دايما جماهير الأهلي لا تسبق الأحداث بنعمل حساب لكل خطوة عشان نقدر ان احنا في الآخر نحقق الهدف الأخير وهو هنا التأهل بقى للنهائي وبعدين حصد اللقب القري اللي بإذن الله الموسم يعني التالت يكون على التوالي لأن احنا نستحق ذلك أي أبس ونداونز موجودة أي إخفاقات أوقات بتكون موجودة ما فيش أي مشكلة لكن الثقة فيه الفريق في الأول وفي الآخر ده لازم يكون موجود ولازم نأكد عليه كمان يعني عارف يا كلمة دي يقولك ما احنا ما بنلعبش قوي الموسم ده كويس ما احنا مش عندنا أحسن نقدمه عندنا أحسن وممكن نكون حصل دروبز زي ما احنا بنتكلم لكن في الأول وفي الآخر فريقك انت لازم تكون عندك ثقة فيه والحمد لله مبارح برضو فيه كلام كتير جدا عايزين نتكلم وأكيد على مدار طبعا الحلقة ومع ضيوفنا لكن انت داخل على زي ما بتقال كده إيجابية بشكل كبير فخلينا نأمل بس أكيد مباراة مبارح تتكلم على ربعية نظيفة برضو حاجة أكيد تسعيدنا كلنا أكيد مبارح مع يعني انطلاق صفرة نهاية المباراة كتير جدا 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 من الأهلوية في مصر وفي العالم العربي وممتشرين هم على فكرة حول العالم كل كان في حالة فرحة وكلنا متفائلين إن شاء الله باللي جاي مفيش ظر تشك في ان الفوز اللي اتحقق في مباراة الأمس هو فوز في منتهى الأهمية كمان لازم نلقي الضوء على ماتش الوداد المغربي وبيترو أتلاتيكو اللي انتهى بفوز الوداد بنتيجة 3-1 يعني بالنتائج الحالية حضرات نقدر نقول هنتكلم بالتفصيل مع كابتن مهر همام عن الماتشين ماتش الزهاب وماتش العودة المرتقب ويقوة المنافسة على اللقب في هذه النسخة أو هذا العام تعالوا بقى نروح لمشهد جميل جدا 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 حقيقة يعني أسعد كتير جدا من الجماهير اللي كانوا يعني بيتابعوا المباراة طبعا امبارا كلنا شفنا كابتن مؤمن زكريا وهو موجود يعني لمؤذرة كل زملائه أمام وفاق سطيفه كان معاه أكرم توفيق اللي رجع للقاهرة من أيام وابتدى برنامجه العلاجي والحقيقة جميع اللاعبين وحتى طبعا الجماهير كانوا فيه منتهى الفرحة بوجود مؤمن زكريا اللي تابع الماتش من على دكة بودلاء الفريق يعني حاجة جميلة جدا جدا طيب بص احنا بقى عندنا تصريحات وعندنا حاجات هنعلق عليها وكل الكلام ده وأنا بحب دايما أركز قوي كمان في تصريحات تحديدا موسيماني موسيماني عبر عن يعني سعدته بالفوز وأكد أن التأهل الأهلي لنهائي البطولة لم يحسم بعد رغم هنا من تكلم الربعية أكد كمان أن فريق يعني وفاق ستيف بيظل فريقا قويا وخطيرا وأن التأهل إلى نهائي دوري أبطال لإفريقيا لم يحسم بعد من القاهرة ولكنه سوف يحسم من مباراة العودة يوم السبت 14 مايو الجاري زي ما احنا عارفين في الجزائر دي بعض التصريحات اللي احنا يعني ممكن ما نستوقفش عندها لكن اللي هنقف عنده تصريحات اللي هنسمحها دلوقتي ونرجع نحاول نحلل شوية كده مسيماني ورأيه في المباراة وكمان فكرة هنا رأيه في الجول اللي اتلاغ زي ما انت عارف في الدقائق الأولى برضو في كلام وغيره خلينا نسمع ونرجع نكمل بحاجة مهمة جدا حتى بالنسباني أنا لكني اقول لكم لأيه ايه 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 دائم كنت بقول لكم يا عالم المعطمات الصحفي انا كنت بقول لا الفرقة ما خلقتش فرص لكن عندما نخلق فرص من الناس نعفرص يتديك امل ولموضوع كله مش مكاتن بيرسي يسجل نهاردة انا كنت تنتظر شريف من 10 ماتشات يجبني جون ويجبني موت لن نركز بس على بيرسي نحن لدينا فريق لكني اهم بالنسبة لي وكان طاهر مسجل لأنني اخذ قرارة نهاردة يلعب ورأس حربة وهم أعرف كما تعني بالنسبة زرابة كما تنجب أن أمر للنسبة لذاته فريقنا اكون هناك كما تعلم فيه ايه منري يجب عليك أن تستخدم لكن لا تقلق غير أرشيخ لك لن تستخدم طائرة لكنك مجمونا يجب عليك أن تكون موجودة يجب عليك ان تكون كيف أفرد فريقنا لا تستخدم بيرسي كله عام لأنه لا تنزل يجب بي بيرسي سمع أعدول أحسن حسام حسام ليس مجددا لا يتسجيلي شريف لا يتسجيلي أحسن 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 سلاح لم يتسجيلي أحسن 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 أجل أجد أخرى إذا قد أعطي الآن يفعل الأولياء فهو الأولى لكن أبداً ساعدنا لكن هذا هو جمعك لأننا لا يتسجيلي لأعطينا يقول لك حيث ما تقاهيك بتقول لك مبروك أن النتيجة دي طيبة حطيت رجلك في النهائي تقريباً بشكل بير ممكن تديك فرصة أنك ترعب من التغييرات في المتش العودة بيقول لك حيث ما تقاهيناش You will see our preparations are not gonna be casual And you will see even the team over there is not gonna be casual I've been coach for 21 years, I've seen a team turn the results from 4-0 to 5-4 And maybe it has happened here, I'm not sure We played well when Satif still had 11 against 11 on the pitch We played well when Satif still had 10 against 11 against 11 on the pitch We played well when Satif still had 10 against 11 against 11 on the pitch And we controlled the game even when it was 11 against 11 And in football and if you come here and play us and you get a red card early on a big game like this Of course we will take the opportunity And you cannot be careless and get a red card and let your team down like this The second question, I don't make the rules I follow what I'm told I can't do nothing with that Okay, it's not for me to change the rules Because even if I say I want this And then it comes the other way Do you think my talk will influence the decision? And my only thing is, of course, a neutral venue I think it's only fair, eh? That's my only decision Whether it's home or twice, home or away or whatever I think there are rules with CAF So I think they will follow the rules They support us You saw how they came over here They never gave up on us Yes, we've been not scoring But they trust us They believe in us They sang from the minute one until the match finished Okay, what can I say? We only have to score goals to make them happy Yes, they support us And when you play with a stadium like this And they are all here You feel pressure to win And you feel confident to win also You feel confident to win You think that's a good point And you feel confident in a way Yes, we support us always behind us They never let us down They send us a lot To see if they're in the hall of the hall There's also something, if you're listening to the ministry The ministry of the ministry You're finding it very important When we're talking about it Our first thought it was not before We are talking about the ministry We were talking about Yes, you know أنت كده دامن خلاص التأهل. قال لك لا أنا لسه ما تأهلت الشيسة عندك. يعني مباراة تانية مهمة جدا. وهي دي الكورة. هي قال لك هي دي كورة القدم. أنا بدرب بقلي سنين طويلة جدا. وفيه فرق بتبقى خسرانة جدا. وبعلم بتعود في الإياب ويب بتتأهل هي. والعكس بيكون صحيح. فالنقطة اللي هي فكرة أن إحنا نبدأ نحتفل. دي نقطة أعتقد في غاية الاحترام. فكرة تانية وهي فكرة هنا أنه قال لك أنا بعتمد على أو بقلق قوي لما ما نصنعش الفرص. صناعة الفرص من الحاجات اللي بيركز عليها جدا. المسلماني. يعني دايما حتى هو لو السكور في الآخر أو النتيجة ما كانتش الصالح الأهلي يقول لك. بس إحنا قدرنا أن إحنا نصنع مثلا عشرين فرصة. من العشرين فرصة قدرنا أن إحنا نحرس كذا أو غيره. ففكرة هنا صناعة الفرص أعتقد من الحاجات المسلماني بيبقى حريص جدا. أن الفريق كل مباراة يعني يكون محققها. النقطة كمان اللي هي الهدف بتاع طاهر. لأنه هو كان تحدث دائما حضراتكم شفت. هو كان زي بيراهن عليه علشان هو حطه راس حربة. ففيه مراهن عليه كان حريص جدا. هو قال كده هدف طاهر هو الأهم في مباراة ستيف. ده بالنسبة المسلماني. بالنسبة لبقى السعيد الآخر. وطبعا يوري داركو نوفيتش والمدرب السربي للفريق أو فريق الوفاق. هو كان برضو لتصريح لأنه نحن نشوفه. إحنا نقول لسه ما عندناش كريم. فرصة التأهل لسه. إحنا ما تأهلناش لسه قدامنا يعني مشوار. على الصعيد الثاني. لما تيجي برضو تركز في القسم بتاعك بيصرح إزاي هو قال من الصعب. تعويض رباعية يعني الأهلي في الجزائر. فده التصريح الخاص بالمدير الفني لستيف. ففي نفس الوقت ده هل ده لي رسائل ولا لا. ممكن تكون لي رسائل على فكرة سلبية على فريقه. لما المدير الفني يتحدث بهذا المنطق برضو صعب. الله أعلم ممكن تبقى ليها حاجة خفية وراها. ولكن تصريح أعتقد مش أفضل شيء. يعني أنت بخطوط تكون داعم للفريق بتاعتك. لسه عندهم مباراة. وزي ما بيتقال كرة القدم ما فيهاش حاجة مضمونة. فأن أنت تطلع تقول من البداية كده. صعب أن احنا يعني نعود هذه الرباعية. أعتقد ما كانتش الأفضل. النقطة تانية برضو اللي حضراتكم لازم تبقوا عارفينها. أن قبل هذه المباراة وهذا يعني اللقاء كان ريدا بن دريس. دا اللي هو كان مساعد المدير الفني برضو. كان قدم استقالته. دا وفقا لبعض الأسباب الخارجية. من نجدعو بيها. بس ما كانش برضو متواجد. وده يمكن عمل برضو اهتزاز شوية في المنافس. يعني دي كده كانت الأجواء على كل حال إحنا نتمنى إن شاء الله مباراة الذهاب تكون مباراة قوية. وزي ما بيتقال كده إحنا نقدر إن إحنا نتأهل بسهولة. أكيد إحنا نتمنى إن إحنا نتأهل بسهولة رغم أي حاجة. يعني بس أكيد إن إحنا عايزين نشوف مباراة حلوة. وسهولة برضو للعيبة بتاعنا. والله نتأهل نود بسهولة بصعوبة. المهم نتأهل والسلام وربنا يسطح الحال إن شاء الله عشان طبعا كل أهلوية بكل مكان مستنيين برضو هذا اللقب للعام الثالث على التوالي. ودي قدرات وإمكانيات وطبيعة لعيبة النادي الأهلي. واللي فعلا قادرين إن هم في كل نسخة من أي بطولة بيشاركوا فيها. إن هم فعلا يصاروا لي النهائي. الحقيقة التصريحات اللي نهوان يعني علقت عليها فيما يتعلق به كلام مسيماني أو حتى كلام المدير الفني اللي وفاق السطيف. نقدر نقول إن هم اللي اتنين تصريحات يعني تصريحاتهم كانت وقعية إلى حد كبير. يعني من زاوية معينة لرؤية الأمور. وطبعا أنا معاك إنه ممكن ده يبقى له شيء من الإنكسات السلبية. بس الرجل عنده حق مليون كل مية. فعلا صعب جدا. نتكلم على أربعة صفر مش واحد صفر اتنين صفر. ده على صعيد المدير الفني لوفاق السطيف. على صعيد مسيماني فهو الحقيقة كالعادة. كلامه دايما موزون وكلامه دايما موضوعي وكلامه دايما ما بيحاولش من خلاله إنه هو يدور على أي شماعات. يعني حتى لما بيكون في أوجه انتقاط تستحق التوقف عندها وتأملها ومنأشتها. الرجل عمره ما دفن راسه في الرملة وعمره ما أوجد مبررات يعني إيه. وهي أو غير موضوعية. فالحقيقة دايما هو كلامه موضوعي. طيب اللي شفناه من خلال الفيديو اللي فات كان جانب من تصريحات بيتسو مسيماني. عايز أقول لكم بقى محمد شريف كمان لعب الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي. هو كمان أبدى ساعدته الغامرة بإلفوز الكبير اللي تحقق. وتعليقا على تسجيله للهدف الثالث بعد نزوله كبديل. قال محمد شريف منذ فترة وأنا لم أسجل أهداف. لذا أحمد الله على التوفيق أمام وفاق السطيف والعودة لتسجيل الأهداف. وقال كمان إنه من الواجب علينا إن احنا نصالح جماهير النادي الأهلي. ولكن هذه المصالحة ستكون فقط من خلال الفوز بلقب البطولة. والله ده الشيء اللي احنا بنأمل فيه وقاعدين مستدين. بالزبط كده. طيب فيه بقى برضو حاجات ليه كواليس المباراة أمس. كابتن محمود الخطيب كان استقبل بالأمس الدكتور مختار وريدة سفير مصر في الجزائر. وحرس على إداء درعة وعلم الأهلي خلال اللقاءات فيه. أو اللقاء اللي تم في فرع النادي. بس بالشيخ زيد تحديدا. كابتن الخطيب رحب بسفير مصر في الجزائر. وأكد على الدور الكبير. يعني اللي بتقوم بالخارجية المصرية. بصراحة على كل الأصعيدة. ودعمها الكامل للمنتخبات والفرق المصرية. اللي بتخوض منافسات مختلفة خارج مصر وفي كل كمان الألعاب. ويمكن ده شيء يعني كلنا بنأكده. وشوفنا على أرض الواقع. وعندنا يعني اللينكات كلها موجودة فعلا خارجية المصرية. عندنا بتكون أكبر دعم لأي منتخبة وأي فرقة بتسافر ويبتمثل مصر في الخارج. كمان أشاهد كابتن محمود الخطيب بدور السفارة المصرية في الجزائر. ودعمها للأهلي قبل مواجهة وفاق ستيف الجزائري. في إيابة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. واللي هو هيكون يوم السبت تحديل. أعتقد حتكون برضو مباراة في غاية الأهمية. زي ما كنا لسه بنتكلم. فدي الكواليس اللي حصلت. ولكن نرجع نقول تاني فعلا الخارجية المصرية بيبقى ليها دور كبير جدا. وكمان دكتور مختار هو لسه على فكرة متعين من سنة. يعني هو كان تعينه من عشرين واحد وعشرين. لكن برضو العديد بيشهدوا يعني عارف فكرة الدعم النفسي. الدعم النفسي ده بيكون مهم جدا لأي شخص. فأنت لما بتروح بتمثل بلدك في أي دولة. لما بتلاقي كمان الناس اللي هناك أو الخارجية المصرية بتاعتك بتساعد وبتساند. ويمكن كمان بيبقى فيه ترتبات من قبل ما البعثة توصل. فأعتقد كل ده بيكون في صالح يعني أو في صالحنا زي ما بيتقال. فكان مشهد محترم طبعا. تعالوا بقى نتكلم شوية عن تحدي آخر حيكون النهاردة إن شاء الله مع فريق رجال النادي الأهلي اللي حيواجه الزمالك الساعة سبعة مسائل إن شاء الله في لقاء طبعا بيضمهم أو بيبقىهم ضمن كأس السوفر الإفريخي اللي بيقام في النايجر. كل التوفيق لفريق كرة اليد طبعا إن شاء الله بنتمنى لهم التوفيق في لقاء النهاردة. مبارح كمان تم إعلان سلبية مسحة الفريق وكمان تم عقد يعني أو المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال في النادي الأهلي. عقد جلسة مع عضاء الجهاز الفني لوضع اللمسات الأخيرة قبل هذه المباراة. كمان تم عقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور مندوبين من الناديين وممثل الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بهذه المباراة. عايزين نقول لكم كمان إنه تقرر خلال هذا الاجتماع أن يرتدي النادي الأهليزي والمكون من اللون الأحمر بالكامل فيما يرتدي الحارس القميص الرمادي والبنطرون الإسود. كمان تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بهذه المباراة واللي من بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين وطبعا النزول لإجراء عمليات الإحماء في أرضية الملعب. كل الدعم إن شاء الله وكل التوفيق وكل النجاح لفريقنا بإذن الله. نعايز أقول لك أن رجال يد الأهلي كمان بيستعد للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس. هذه البطولة بقى اللي احنا بنتكلم عنها دايما. سيبطولة قوية جدا تقام طبعا في النيجر خلاص خلال الأيام أو الأيام اللي جاية. الأهلي دايما وحنتكلم بقى هو ما عودنا على حاجة واحدة. ولما بنستضيف يا كريم أي حد بيقول لك نفس الكلام. أنا عايز أفوز. أنا عايز أتوق باللقب. ومش في لعبة واحدة. مش في كرة القدم فقط. في مختلف الألعاب. بتضم ببلقة البعتة. طبعا أسماء عظيمة جدا وكبيرة جدا. والمشاركة فيه كمان بطولتي السوبر الأفريكي. وكأس الكؤوس. يعني أسماء أنا مش عايز أعود أقول للفريق كله. لكن إحنا حنقدر نقول للفريق دلوقتي ربنا يوفقكم. أنتو بتلعبوا باسم مصر. وبتلعبوا باسم نادي الأهلي. تلعبوا باسم مصر. والنادي الأهلي. فكل الدعم ليكو أكيد. ونتبنى إن شاء الله أنتو ترجعونا بالبطولة والكاس. هي برضو كأس الكؤوس دي مش سهلة أبدا. إحنا كنا متابعينها قبل كده مع حضراتكم. بس إحنا يعني نقدر ونقدر جدا. فكل التوفيق بإذن الله. دروح بقى ما حضراتكم للمشروع قومي للبطل الأولمبي والموهبة. اللي بيقام على مستوى جميع محافظات الجمهورية. الاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب الملاكمة والمصرعة والجودو والتايكوندو والألعاب القوة. تنس الطاولة. كرة السلة. كرة اليد. وأيضا رفع الأثقال. بالإضافة إلى المشروع قومي لموهوبي الاسكواش. اللي حصل كالقاتي. إن المشروع ابتدى بالفعل يؤتي ثماره من خلال أولى المشاركات العالمية للعاب يرفع الأثقال بالمشروع قومي للموهبة والبطل الأولمبي من خلال خمسة لعبين في بطولة العالم للنشئين المقامة في اليونان. وابتدوا يحققوا إنجازات بالفعل. اللعبة نعمة سعيد فهمي أحرزت ذهبية الكلاين. وكمان النطر وفضية الخطف في وزن 71 كيلو جرام. اللعب محمود حسني السيد ميزان 81 كيلو حصل على ميداليتين فضيتين وهو من أبطال المشروع قومي للموهبة والبطل الأولمبي في رفع الأثقال كمان اللعب أحمد مجلي ابن المؤسسة العسكرية بأسيوت حقق المركز الرابع في هذه البطولة. طبعا حاجة مهمة جدا إن مصر ابتدت تجني ثمار هذا المشروع المشروع قومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد اعتلاق أبطاله لمنصات التتويج وهو ما يعني يبرهن على أهمية هذا المشروع في اكتشاف المواهب الرياضية في جميع محافظات مصر في ظل طبعا الدعم الكامل والمتواصل اللي بيقدمه فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الرياضيين ولكل أنواع الرياضات المختلفة الحقيقة دور كبير جدا كمان بتلعبوا وزارة الشباب والرياضة. خليكم دايما عارفين إن احنا بلدنا دي فيها أكتر من 100 مليون برئادة متوزعين في محافظات مصر المختلفة تأكدوا إن احنا عندنا في كل قرية في كل حارة في كل نجع لازم تلاقوا لعيب واعد جدا 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 بس اللي ياخدوا يحط ده أضع في الإيمان بس اللي يحطوا على التراك وده اللي بيحصل دلوقتي. ايوه بتوفي معاك جدا بس فكرة انا لو حنرجع تاني المشروع القومي للبطل الأولمبي ده بجد أنا في تقديري الشخصي ده شيء مش بس رائع أكثر من رائع زي ما كريم بيتكلم أنت عندك زي ما بيتقال كده عندك المتيريال بس مش عارف توصفها مش عارف تحطها في مكانها الصحة فأنا لما يبقى عندي مشروع زي ده وأقدر من خلال هذا المشروع أننا يبقى عندي أكتشف موهبة واثنين وثلاثة واربعة وفي رياضات مختلفة خلي بالك زمان أقولك على حاجة زمان أيام كنت بشتغل يعني شوية إخباري أو سياسة كنا بننزل أماكن زي ما أنت بتقول القرى ومحافظات وأماكن كنت بشوف بعين يا كريم يعني أطفال صغيرين والأهالي بيجوا يتكلموا معنا يقولك أنا إبني عايز فرصة أنا بنتي شطرة قوي بس عايزة فرصة فلما بتيجي تقول كنا زمان بقى كلام ده قديم ما كانش فيه لسه اهتمام بالكلام ده تقولي حرام يا تخيل الطفل ده لو خدت فرصة أو الطفلة دي وخدت فرصة ممكن إزاي تفيد نفسها وتفيد بلدها بعد كده فلا جي أو أصبح هناك يعني موجود على أرض الواقع الشيء اللي من خلاله تقدر أن أنت تثق الموهبتك وتظهرها للعالم أنت بتاخد الفرصة وبعد كده الباقي عليك فده اللي بيحصل المشروع القامي البطل الأولمبي أنت بيعطي الفرصة للشخص وبعد كده الشخص هو اللي بيده بقى يوصل لإيه فحاجة أكثر من محترمة حقيقة يعني وكل التوفيق طبعا وقدي الناس هو على الأرض الواقع لما خدت فرص بصوا عملت إيه فيا رب مزيد ومزيد من الأبطال ومزيد مزيد من المصريين اللي بيرفعوا اسمنا في الخارج خلينا بقى بما أن احنا طيب دكتور محمود أولا صباح الخير ومبروك فوز أمس وكل سنة وحضرتك طيب وحشتنا حقيقي وحابدة حابدة مع حضرتك وأنا قبل ما نروح لدرجات الحرارة قلت أوفيشلي الصيف بدأ يمكن على الورق الصيف لسه إحنا في الربيع ولكن إحنا متعودين أن إحنا تقريبا من أول يعني شام النسيين بيبتدي معنا الصيف في فكرة هنا درجات الحرارة خليني أعرف من حضرتك الأيام اللي جاية بتحمل لنا إيه وحنفضل لغاية إمتى الصبح حر وبالليل برد خلينا نعرف من حضرتك يا دكتور تفضل طبعا خير في بداية وكل ساهم مصطيبين وقناة الأهل اللي طبعا وحاستني جدا جدا القناة المحببة القلبي مبروك للنادي الأهلي طبعا ونسأل الله وبالن نجمل ستة بإذن الله الصالح مليح نجمل حضرتك طبعا طبعا إحنا بالفعل إحنا نرسى قصة الربيع فصل الربيع بينتهي 26 ويبدأ فصل الصيف 21 و26 ميزة فصل الربيع زي ما حدك ما ذكرت إن أحيانا أو الكتلة الهواء اللي بتأثر علينا بتتسبب في ارتفاعات درجات حرارة خلال فترات النهار ولكن مع جساف الكتلة الهوائية بنستفعر بنقسمات من الجرودة في فترات الليل الخفاءة بنسب الرطوبة بشكل كبير في فصل الربيع ده اللي بيدي إحساسنا بالمجو مهما كان درجات الحرارة مرتفعة أماكن ظليلة في أي مكان أو تكييف مروحة الدنيا زي الفول لمسط أي حاجة فلط في فترات الليل درجة الحرارة فيها فارق بين العظمة والصغرى بيتجاوز العصر أو كمصصة درجة خلال هذه الفترة بالفعل بيلاقي تقص حر الصبح وبيميل للبرودة بالليل بالزبط الفترة دي يعني استمتعنا طبعا بتقص ممتع جدا خلال أيام العيد وخلال أجهزة العيد ودرجة الحرارة كانت ما بين 27 و 28 درجة على القاهرة العاصمة ومحافظات الوجه البحري والسوحل السمالية الأسبوع ده بداية 8 النهاردة وحتى نهاية الأسبوع هتتجاوز درجة الحرارة 30 وتتروح من 30 ل 33 درجة يعني ده فتح كلام ده فتح كلام ده فتح كلام مجرد بس كده بدايات الكتلة الهواء اللي بتأثر علينا القادمة من الجزيرة العربية وطبع المناطق دي في السطرة دي درجة حرارة مرتفعة شوية لكن الحمد لله زي ما اتفقنا نسب الرطوبة ضعيفة كبيرة فده بيخلي الجو إلى حد ما يطاق غير فصل الصيف طبعا وارتفاعات الرطوبة الرهيبة اللي بيصفها بفصل الصيف حلوة الجو يطاق دي السرعة جبت المستلح المظبوط الله يا دكتور طب دكتور محمود هو معلش سؤال يعني خذك طبعا قدرى الناس بالإجابة عليه اعتدنا زمان على أن احنا دايما حتى بنيجي حتى بموضوع تعبير لما نجي نتكلم عن الربيع بنتكلم عنه باستحسان ليه ولجوه كان دايما يعني فترة الربيع بتؤمن أجمل الفترات على صعيد درجات الحرارة المعتدلة ونسبة الهوى اللطيفة آخر كم سنة بقى الربيع يمكن أحرب كتير من الصيف ذات نفسه هل ده طبيعي ولا ده برضو نرجع ونقول نتيجة المتغيرات وتغير المناخ إلى آخره هو حضرتك التغيرات المناخية بتأثر في كل فصول السنة طبعا كان شويتها صيف ربيع خريف لكن خلينا متفقين أن معتاد في طقس مصر أعلى درجات حرارة تتسجل في خلال السنة بتكون في فصل الربيع مش في فصل السيف مش في فصل الصيف ده المعتاد في مناخ جمهورية مصر العربية لكن طبعا الفنانة الجميلة الله يرحمها صعاد فاسمي وأغنية الربيع كانت بتحدي انطباع للمواطنين أن الربيع حاجة تانية مع تفتيح الظهور والاعتدال في معظم أيامه ده بيخلي الربيع في مخيلاتنا مختلف سويا صحيح إنما فعلا مناخيا أعلى درجات حرارة تتسجل على مدار العام في طمص بتحصل في فصل الربيع مع المنخفضات الخمسمية اللي هي فترتها بس في فصل الربيع بتكون قادمة من الصحراء الغربية بتكون رياح مصير الرجمال الأتربة وبتتجاوز فيها درجة الحرارة الأربعين درجة على القهرة لكن دي بتبقى منخفضات مؤقتة مدتها مدد قصيرة ما بتستمدف كتير لكن بتتسجل معاها أعلى درجات حرارة طيب تمام يا دكتور والله أنا عايزة نام واسحة على مشيتك جاي يجي مع إن أنا من الموليد أغسطس يعني السيف بس سبحان الله غريبة جدا تشكرك جدا جدا دكتور محمود ومرة تانية حقيقة حركتك ليك وحشة وأكيد متابعين معاك بقى على نهاية الأسبوع ونشوف الويك أند كده أخباره عشان أكيد هيبتدوا الناس بقى في الويك أند يسافروا يعني إيه بقى أفاصل ألا إيه تضحكتيني موتت أنت تسمعني كلب تربيعيات من أجلتك طيب يا جماعة ما بقاش في أكسوجين والله يعني صحيحة والله أنا أحب أتنفس يعني الواحد بيحب يعني خلينا نطلع أفاصل ونرجع نكامل أهلا بكم رجعنا لكم عشان نكمل مع حضراتكم سلسرة أخبارنا ونتعرف على كل المستجدات على المستويات بقى المختلفة كل الرياضات تعالوا نبتدي دلوقتي بسلسرة الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي بفرقة والمختلفة وفروع المختلفة من خلال زميرتنا روزان نصر موجودة هي حاليا في النادي الأهلي بالجزيرة روزان صباح الفل عليك تفضلي صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان كل سنة طبعا وحضراتكم طيبين نهاردة أول يوم رجوع بعد أجازة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر يعني أنا متواجدة النهاردة معاكم من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة يعني خليني في البداية طبعا أقول خالص التعازي لشهداء الوطن في الحادث الإرهابي يعني ربنا يرحمهم طبعا ويصبر أهليهم هنبدأ بالفريق الأول بعد الفوز طبعا برباعية نظيفة على وفاق السطيف يعني وتحت قيادة مستر بيتسو موسماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كمان بالنادي الأهلي قرروا إعطاء اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين ورجوع طبعا للتدريبات الجماعية مرة أخرى هيكون يوم الثلاث المقبل استعدادا لمباراة العودة يوم السبت 14 مايو الجاري في الجزائر نروح بقى للألعاب الأخرى ورجال يد الأهلي اختتم تدريباته استعدادا للسوبر الأفريقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء يوم السبت استعدادا لمواجهة فريق الزمالك اليوم على لقب السوبر الأفريقي وشمل أمران رجال يد الأهلي تأسيمة بين اللاعبين وكذلك شرح بعض الجمل التكتيكية وفقرات فنية متنوعة في إطار تجهيز جميع اللاعبين طبعا بالشكل المناسب من رجال اليد لرجال طائرة الأهلي كمان بيختتم تدريباتهم استعدادا لمباراة الأولمبي التونسي في بطولة أفريقيا اختتم الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس السبت استعدادا كمان لمواجهة فريق الأولمبي التونسي التي تقام يوم الأحد اليوم في دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية وكان الاجتماع الفني الخاص بالمباراة استقر على أن يرتدي النادي الأهلي إزاي التقليدي طبعا المكون من القميص الأحمر والشورت الأحمر وأخيرا طبعا سريعا يعني خلينا أقول لكم الأجواء هنا في النادي يعني بعد الأجازة فيه طبعا يعني خلينا نقول أنه فيه توافد من الأعضاء بشكل كبير جدا في النادي النادي أعتبر زحمة جدا كمان ده بسبب درجة الحرارة يعني أن هي جيدة جدا ومشجعة الحياة للنزول درجة الحرارة تقريبا 24 درجة وهتوصل كمان لـ 30 درجة يعني خلال الساعات المقبلة بالنسبة للطرق يعني نقدر نقول فيه تزاحم في بعض الطرق ولكن بشكل عام فيه سيولة مرورية بشكل كبير جدا دي كانت كل أخبارنا هنا من نادي الأهل فرع الجزيرة بشكركم وعودة لكم مرتين نحن نشكرك جزيلا شكر زمنتنا العزيزة غزان نصر على هذه التغطية ونروح بقى معاكم دلوقتي للصحافة الرياضية 24 درجة بتهيلي كويس جدا أنا نزل نارده لابس شتوي الصبح معرفش أنا عملت كده ليه لسه عايشة في الشتاء بس 24 أعتقد كمان هتزيد على مدار اليوم فالجو لا أعتقد هو حر جو حاليا حر جدا بصراحة حتى إحنا عاديين في تاكيفس جو حر جدا برضو على كل حال حلوة أن العودة مرة تانية والإقبال يكون أحلى وأكبر في النادي الأهل بالأفرع أكيد المختلفة يمكن ده من نقلو لحضراتكم كل يوم من خلال مرسلنا خليني نروح لجريدة اليوم السابع وهتكون هناك مرسلتنا العزيزة نورهان طمان عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف المواقع معينا أخبار كتيرة لحد ما برضو مفرحة خاصة بالسكواش وغيره نورهان بنصبح عليك يا ناو كريم وكل سنة وانت طيبة ومرة تانية بنعود بعد غياب كلنا أو بعد فترة الأجازة خلينا نسمع منك تفضلي يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا كل سنة وانت طيبين وكل سنة وكل جمهور قناة الأهلي بخير إحنا هنا زي ما قلت يا نهواند من مقر جريدة اليوم السابع نتلاحكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم خلينا نقول لنا أول خبر معنا من جريدة المساء طبعا عن الموديل الفني الجديد لمنتخب مصر إيهاب جلال وبعنوان إيهاب جلال يوقع عقده اليوم مع اتحاد الكرة طبعا مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة السيد جمال علام هيعقد مؤتمر صحفي اليوم أو زهر اليوم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم للإعلان عن تولي أو تفاصيل عقد إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر كمان خلينا نفكركم استمرار السنائي محمد شوقي كمدرب عام للمنتخب وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى تاني خبر معنا زي ما قلت يا نهواند عن نوران جوهر وتفوق كالعادة مصري في لعبة الاسكواش ومن جريدة اليوم السابع نوران جوهر تتوج ببطولة جي بي مورجان لسيدات الاسكواش بأمريكا توجد البطلة نوران جوهر طبعا المصنفة الأولى عالميا على السيدات ولعبة وادي ديجلا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش والتي استضافتها نيويورك في الولايات المتحدة في الفترة من 1 ل8 مايو الجاري كمان خلينا نقول ان ربطة اللاعبين المحترفين لسكواش اعلنت التصنيف الجديد لشهر مايو الجاري وحفظت البطلة المصرية على صدارة التصنيف ومن موقع في الجول بعد موسم واحد من الهجوض شلكة يعود للدوري الألماني بسيناريو جنوني نجح فريق شلكة للعودة مرة أخرى للدوري الألماني الممتاز بعد سيناريو جنوني أمام طبعا نظير وسانت باولي في مباراة اللي قيمت بينهم أمس قبل الجولة أخيرة من دوري الدرجة التانية الألماني يمكن كان في الشوط الأول يعني دروب أو خسارة لشلكة في الشوط الأول أو يعني تأخر بهدفين ولكن شلكة يعني قدم ريمونتادة قوية جدا واستطاع الفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين لعودة مرة أخرى للدوري الألماني بعد هبوط موسم واحد فقط ومن الشرق الأوسط وده آخر أخبارنا سقوط موزل للمانشستر يونيتد في برايتون ويلفر هامتون يخطف تعادل من تشيلسي تلقى مانشستر يونيتد هزيمة سقيلة أمس بربعية دون رد أمام نظير برايتون على ملعب الأخير في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي وبهذه نتيجة توقف رصيد منشستر يونيتد عند 58 نقطة محتلا المركز السادس بينما برايتون ارتفع رصيده ل47 نقطة وصعد للمركز التاسع ولازال طبعا منشستر سيتي وليفربول بيتقسم الصدارة برصيد 83 نقطة أما طبعا بقت شيلسي فسقط في فخ التعادل الأمس أمام نظير ويلفر هامتون بهدفين لكل فريق وطبعا يعني عايزين أقول لكم أنه بهذه النتيجة تشيلسي بيحتل المركز التالت في جدول ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة بينما ويلفر هامتون في المركز الثامن برصيد 50 نقطة دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وعودة إلى الستوديو تغطية رائعة كالعادة نورهان منشكرك عليها جدا شكرا لك زملتنا العزيزة أخبار طبعا متنوعة زي من حضراتكم تابعته بس فيه بقى حاجة لأن برضو إحنا بنبقى حارسين على التواصل من حضراتكم من خليل طبعا للسوشيال ميديا وتحديدا تويتر على صفحة عشر صبح في قليل وقناة الأهلي فيه كان حد بعد بيقول أنا عايز أقول رأيي في المباراة بالأمس إحنا ما نفعش نقول رأيي واحد واحد أكيد بس حضراتكم ابعاتوا أكيد إحنا ممكن بشكل شخص ينرد أو غيره وممكن نجمع بعد كده حتى أراء حضراتكم نعرضها مثلا نهاية الأسبوع زي ما كنا بنعمل فقرة السوشيال ميديا اللي من أساسها أو على الفكرة نفسها كانت تأسست على شيء يبقى فيه همزة تواصل ما بيننا وما بين حضراتكم وبرضو حيبقى فيه تقارير مختلفة أو زي ما بتقال بوبسات في الشارع أو في أماكن مختلفة أو في النادي عشان نقدر برضو نوصل صوت حضراتكم يعني ليه الكل فدي البلاتفومز أو يعني دي الأساليب اللي ممكن أو الوسائل اللي من خلالها ممكن أن إحنا يبقى فيه بنا أكيد تواصل ودايما طبعا كل رسائل حضراتكم كل تعليقاتكم كل تحفوزاتكم دايما بنحاول على قد ما نقدر ننقلها من خلال برامج القناة المختلفة لو هنتكلم على صعيد برنامج نحن عشر الصبح بالأهلي حضراتكم أكيد بتتابعوا معنا وعارفين وبتشوفوا نفسكم بنفسكم كل فترة أو التانية من خلال تقارير يا معمالنا تقارير بنعرف من خلالها رأي حضراتكم في اللقاء بنسمع من خلالها رسائل حضراتكم للعيبة فأنتوا دايما موجودين أنتوا الأساس أصلا يعني طيب نبتدي بقى معاكم دلوقتي سلسرة أخبارنا عن المتحدث طيب إحنا كده أقولك مبدئيا كده بداية كلام نص الحلقة خدس طرم الساعة جولة عدد سرعة على طول حلقتنا هفصل سريع يا حضراته نرجع عشان عندنا فقرتين حواريتين زي ما طبعا نوهنا لحضراتكم في بداية ومقدمة حلقتنا النهاردة الفقرة الحوارية الأولى حينورنا من خلالها عمر بشير وهو شاب مصري حقق رقم قياسي تم تسجيله مؤخرا في موسوعة جانس للأرقام القياسية هتعرفوا التفاصيل لاحقا وجزء التاني أو الفقرة التانية الحوارية حينورنا من خلالها كابتن مهل همام عشان هنتكلم معاه وبالتفصيل في موتش بارح وموتش يوم السابت الجاي إن شاء الله واصلتم معا ودخليكم معنا فقرة دي معانا واحد من الناس الجميلة المصرية اللي أكيد كلنا بنفرح بيهم اللي حققوا الأرقام القياسية فين في موسوعة جانس واللي دايما بنلاحظ أن هي فيها اختلاف كمان في ممارسد الرياضة الضيف معانا النهاردة اللي بنوارنا هو يعني عمل رقم قياسي بس رقم قياسي في ايه بالظبط هو اللي حيقول لنا بس في نفس الوقت كان فيه مشوار وفيه تدريبات وفيه صعوبات والواحد بيقدم وبعني عمل مايرده عليه بس هو في الآخر الديت بتاعه كان سبتمبر 2021 عم نتكلم تقريبا من سنة فعمر بشير يعني صباح الخير في البداية وحاجة حلوة جدا وعلى فكرة السرتيفكت أو الشهادة اللي أنا بسكاه في إيه دي دي مش حاجة سهلة مش شخص مش أي حد يقدر أن هو بيحصل عليها فهوارها قصة انت بنوارنا وحنسمع منك بقى والله ده شرف كبير لي أن أنا كنت متعابل معاكم في قناة النادي الأهلي أستاذ كريم أستاذ النهوانت أنا كنت بلعب كرة وبعدين شفت الأول قلنا بقى أنت موسوعة جانس في إيه بقى في مهارة تنطوتو كورا بأسفل القدم أستأذلك طبعا بعد الترحيل بك أنت بنوارنا النهاردة في عشر الصفحة في الأهلي وبنبريك لك تأكيد وقبل ما ندخل بقى التفاصيل ما تحرفنا عن نفسك وعن خلفيتك الدراسية العملية بتعمل إيه تاني بعدك هندخل بقى وننكلم معك في كل تفاصيل موسوعة جانس أنا خريك تربية رضية جامعة المينيا تمهيدي ماجستير جامعة أسيوت سنة ثانية ماجستير قسم كورة قدم تدريب كورة قدم مدرب كورة ومدرب للاقة بدنية في جيم يعني ده اختصاصك إلى حد ما برضو وبعد كده ابتديت خلي بارك من حاجة هو نفس الاختصاص بس مش رازم يبقى عندي التالنت إزاي قدرت أن أنت تعرف فيه تالنت والتالنت دي أنا مش عايزة أقف عند أن أنا مثلا بوصل لأرقام لأنا عايزة أوصل لأرقام توصلني في الآخد أن أنا بنافس على جانس فخلينا نعرف منك أنا يعني بقلع بكورة قدم دي من زمان حصي كده إصابة فنقدرتش أكمل في مجال الكورة اتجهت للتدريب وبعدين لقيت تحدى عالمي في مهارة تنطيط الكورة فدخلت على الموقع وسجلت فيه وما كنتش معرف حد حتى الناس اللي جون حكموا المهارة ووقفوا معي كنتش معرف أي حد أن أنا هقدم في موسع دي جانس تعاملها بقى عشان إيه يعني عشان الحسد لا عشان لو ما نجحتش لو ما نجحتش يعني بقى عدد شئ الآن أنت يعني ماشي بس الحمد لله أديك تجحت وإسمك تسجلت موسوعة القياسية ودي طبعا زي من أهوان دي بتقول مش حاجة سهلة يعني تنطيط الكورة إيه اللي بيفرق واحد على التاني؟ هل عدد مرات تنطيط هي اللي بتفرق؟ ولا لازم أنت كمان تجود بأن أنت تزود صعوبات معينة لأن نحن نتكلم على حاجة أي حد بيحب كورة قدم بيبارس كورة قدم حتى ولو مش بشكل احترافي بس في ناس ممكن تقعط نطر ده أنا فاكر إساني اللي فاتت في الستوديو والله عملتها بالكعب كذا واحدة فلا فعلا السؤال ده مهم هي المهارة دي بتبقى في خلال دقيقة بتشوف الرقم أقصى رقم تقدر تجيبه في خلال دقيقة الرقم العلامي السابق كان 181 الرقم الحالي بتاعي 285 طب إحنا معنا فيديو عمر أنت جايب أي فيديو معك؟ آه جايب بعد آه ياريت نعرض كده عشان برضو الصورة تبقى واضح لنا والسيدنا مشاهدين بشكل أكبر خلال دقيقة أنت بيتم العد لي كم عدة على أسفل القدم ما عليش تقول لنا الرقم مرة تانية 118 الرقم العلامي السابق نحلم 2085 2085 يعني أنت مش مجرد كسارة الرقم اللي قبل منك يعني عادته مستريحة 104 ماشاء الله جميل هذا التكريم على مسرح المحافظة عندنا ومسايد مدير شابو الرياضة وعامية كلية التربية راضية دكتور طريق صلاح اللي كان موجودين وأستاذ موندي مدير شابو الرياضة عندنا ودكتور عبدالعزيز ده كان لحظة التكريم أنا مش عايزة التكريم يا جماعة أنا عايزة الفيديو بتاعه هو أه حضروه بطليز عشان برضو أنا عايزة أشوف بس خلال دقيقة يعني ما بتوقعش يعني أنا برضو عايزة أتخيل مشعار كنت قديلي فترة كبيرة بط مرة على الريكورد ده في خلال الزمن ده يعني أول مرة كم تجربة عشان توصل للرقم ده أنا سجلت في شهر ستة وقلت لهم إن أنا هكسر الرقم لأنهم مش يرد عليها على طول بيستمنوا ثلاث شهور على أهل فقلت لهم من الرقم اللي هكسره يوم عشرة تسعة بقتلكوا الفيديوهات قالوا لي لازم يبقى فيه كاميرتين ولازم يكون فيه اتنين حكام من الاتحاد المصري ولازم يكون فيه مدرب كرة قدم فاتفقت مع الناس إن أنا يوم عشرة فيه مهارة أيوه دي حاجة تانية دي أنا بقى بنشان على الباسكت بس بنا بتشطها بالله أه بس دي حاجة تانية يعني دي بس دي حاجة على فكرة برضو ما هيش بسيطة يعني عمر يا أخي على المال أحسب يعني أنت بتقول متين خمسة وتمانين تنطيطة في ديئة يعني مع بعضينا كده ستة فور الديئة فيها ستين ثانية يعني أنت محتاج تنطى أكتر من تنطيطين في الثانية الواحدة من أكتر من أربعة لخمسة هو ده الفيديو من أربعة لخمسة في الثانية إزاي؟ ده هي ثانية مهارة الثانية بيحصل فيها حاجات كثيرة نحن مش عارفين بس مين أول واحد بعديك يا عمر اللي أنت كسرت رقم السابق كان من أي بلد كان لعب أعتقد أستراليا أو هو ده الفيديو أصلا ما سوى طالما أنا خلاص كسرت رقم يتشال اسمه ينزل اسمه واللي بيحاول يكسر رقم بتاعك لازم يستنى وقت معين لا هو يبعد بس بس بيمتاظر طبعا ويشوف على الأقل تلات شوف معيش سوري هو دائي ده كده أنت بك اسمها هوتستيبر دي برضو تحسب من أعم هي التنطيط بأسفل القدم عندي ويمة وش قدم لفوق ييمة بأسفل القدم أنت عملتها كده بس ولا عملتها لا عملتها بديل بديل اه لا دي سهلة يا شيخ حرام عليك حرام عليك ده مش سهلة طبعا ده الحاكم كابتون مصطفى كامل أنا افتقرت بشكل تاني بيوش الرجل ما هم في كذا رقم بس دي أسهلهم لا 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 مش سهلة أنا في فيديو تاني أنا شوف أنا شوف أنها صعبة جدا بصراحة ده يمكن دي أصعب كمان من اللي بوش جا تكون رابط الكرة بأستك في بطن الرجل وحلى بشوهدين بالنا عمر ده مش طبيعي اللي بيحسن لا بكاريب الجد والله يخو بصم دي الزوجة دي لا حاجة حاجة صعب قوي الحقيقة أوكي طيب بتفكر في إيه بقى أنت دلوقتي يا خلاص اسمك بالفعل بقى موجود في موسوعة العرقام القياسية واو إيه الخطوة الجاية بقى اللي انت بتفكر بي عايز تعمل إيه؟ والله عايز يعني أكثر حاجة تاني بس تكون برعاية عايز أكثر حاجة يعني رقم تاني قياسي رقم تاني قياسي بس يكون مثلا حد يرعل حاجة زي كده لاندبته على مستوى العالم كله في أكتر من مهارة تاني ممكن الواحد يدخل فيها زي إيه بقى انت إيه ممكن تكون شايف نفسك فيها فيه تالنت فيه تحد اسمه مارادونا يعبر ان انت بتنطق برجل اليمين شمال الفاغد يمين شمال كتفي يمين شمال وبعدين الراس يعني كرة تمر على ده في خلال تلاتين سانية شوف أسرع رقم في العالم اوكي اسمه تحد مارادونا وانلاين او بتسجل فيديو وتبعاته بالشروط تعرف السنتين ثلاثة اللي فاتوا عشان موضوع الكورونا كمان فيه بطولات وفعاليات كتيرة قوي تلغت كنت محزوز انا فالموضوع لسه مستمر يعني هل هو شغال اونلاين برده؟ اوه شغال اونلاين بس بالشروط بتاعتهم يعني لازم يكون طالما في كرة القدم لازم يكون فيه حكام من كرة القدم ابعت الكارنيه بصوره بابعته ليهم لما يكون ابروف ليهم بيقول لي خلاص تمام يعني حلوة اوي طب عمر اكيد فيه شباب صغير دولئتي بتفرج علينا عمر مختلفة لما يجي شاب صغير في الاول في الاخر اكيد اي حد نفسه هو يتميز فيقولك انا نفسي انا كمان اوصل لده فأي رياضة ان كانت الموضوع مش حلم للدرجات يعني حتى لو كان حلم بس يسهل تحقيقه يعني موضوع مش مستحيل الشاب او الشخص اللي بيتفرج علينا او الشابة اللي بتتفرج علينا تبدأ ازاي شخص عايز يتميز يبدأ ازاي يعني اول حاجة يثق ان هو عنده موهبة بعد كده يبتدي يعمل ايه لدرجة ان هو يوصل ياخد سرتفكة زي دي واسمه يتحط وفي تالي انت بتزود حاجة لمصر لبلدك هو يعني يحط ياسق في نفسه في موهبته يحط هدف لنفسه في المهارة بتاعته ويقدر يتمرن به على الحاجة دي كل يوم يعني انا الحاجة زي دي كنت بتتمرن عليها يوميا لمدة 3 شهور او اكتر يوميا 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 وبدأت بعشرين عدة بعشرين عدة يعني فيه أمل بدأت تدريجي يعني وللحد ما ربنا يا كرم هو كان الأول رقم كان سبعين عدة فقولت ده سهل استنيت شوية ليت 181 حل وفي البيت بقى البيت عندك إيه يعني عارف دايما الأهالي أو مش كل الأهالي بيبقوا متفهمين يقولك ده أبا ممكن يبقى سابورت أم مثلا تسابورت وفيه أبا وأم بيقوش فاهمين ابنهم بيعمليه أصلا فأنت البيت عندك كان إيه ما كمش مصدقين يعني وأقول لحد أن أدخل جينيس ما كنش مصدق في الأول بس بس عادي أنا في البيت على كل شرعة عادي أشتغل يعني خلاص أخدوا على كده وربنا يفرحهم بيك أكثر وأكثر ويكلمك ويوفائك أنت نورتنا النهار دي عمر شكرا جزيلا لوجودك معنا وإن شاء الله تكون معنا قريب برقم قياسي عالمي جديد بإذن الله بإذن الله طبعا أشكر أهلي والدي والدتي وصحابي اللي ورف معاك كابتن مصطفى كامل كابتن محمود حسن كابتن حسام سيد الصور وكابتن محمد يحيى الحب كامل حلو جدا إحنا منشكرك وحنوح لوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل وحيكون معنا يعني صديقنا بقنا مش هقول ذاتنا صديقنا كابتن ماهر همام عشان نتكلم طبعا عن مباراة أمس ومباراة الإياب وعندنا كلام كتير جدا سواء خاص بيعني الفريق أو غيره ومسلماني وغيره خليكم معنا بعد الفاصل يا أهلا بكل حضراتكم عودة لي عشرة صفحة الأهلي وأهلا بيكم جميعا في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة طبعا الأهلي وضع قدما بالفعل في نهائي أفريقيا بعد فوزه على وفاق الصيف الجزائري بربعية نظيفة في زهاب نصف النهائي ده على صعيد على صعيد آخر كمان الوداد المغربي فاز على فترو أتلاتيكو بنتيجة 3 واحد وده يخلينا نقول زي ما قلنا في بداية حلقة النهاردة إن إن شاء الله إن شاء الله الأهلي والوداد حيكونوا هم طرفي لقاء النهائي هنتكلم عن تفاصيل مباراة الأمس المباراة القوية جدا وكمان يا ترى إيه اللي حيحصل فيه يوم السبت الجاي واللقاء المرتقب طبعا لقاء الإياب بين الأهلي وفاق الصيف كل ده هنتكلم فيه مع كابتن ماهل همام نجم النادي الأهلي السابق كل سنة وانت طيب وليك وحشة يا كابتن ماهل أهل مليك دلع السلامة الله يسلم منجور منجور يا باشا الله يليك وحشة فعلا وحضرتنا شريفا ختمنا مع بعض ختمنا مع بعض ومنبدا طيب إحنا كان عندنا كلام في الفقرة اللي كانت أيام الأهلي في رمضان الأسبوع الأخير من رمضان وكنا منتكلم فيما هو قادم وعندنا مباراة الذهاب وفكرة هنا برضو التوقعات هو يمكن امبارح الناس فرحت ولكن امبارح برضو الناس قالت لك ما احنا فرحانين وكل حاجة يمكن التأهل لسه ما ننضاش نقول ان احنا يعني ضمنينه أو زي ما بتقال كده بلغة درجة في جبنة لكن الفريق أنا بني لحضرتك اللي تقال الفريق ما هوش يعني قوي أو اللي أصلا كان مفروض ان انت أو تتوقع ان انت ما كنتش هتفوز يعني فربعية نظيفة بالأمس مع طبعا الجول اللي تلغى بتشوف ازاي مباراة بأمس كابتن ماهر قبل طبعا بنبارك للنادي الأهلي وجماهير ومجلس إدارته وجهاز الفني قبل من نتكلم على مباراة عزين نتكلم على التحضرات اللي قبل كده تحضرات الإدارية اللي فيها احترافية من الكابتن محمود الخطيب وديه الخبرات اللي ربنا ادهاله بصفته كلاعب مر بالظروف ديت وكأداري وكعضو مجلس إداره وعمل سعدوه ثم رئيس نادي وهو ده نادي القارن نادي الـ 115 سنة إنجازات أهم حاجة في التحضرات انه هو رجع الثقة لجهاز الفني واللعابين اللي كانت مفقودة احنا عادنا في ملف الدور العام يمكن حوالي تلات مباريات بيحصل فيها هزة لعادة النادي الاهلي هنا الجرأة والخبرة والحنكة من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب إنه بسرعة قدر هو رقم واحد هو المبادرة منه بدأ يقعد بقى مع مستر موسيباني رقم واحد جهاز والراجل بالذات لأن الراجل برده يتحطي تحت ضغوطات يعين الراجل بقاله سنة سنة وثلاثة أشهر لسه ما تعودش على ضغوطات النادي الاهلي فهو كان في سنة وثلاثة أشهر سنة وثلاثة أشهر والله يقاله شوالة من كتر الأحداث والبطولات والمطشات طبعاً يعيني كل ثلاثة يام واربعة ياموا بيسافر ويطلع ويروح وبييجي فالراجل ما تعودش على الضغوطات دي فهو كان في سنة وثلاثة بيكسب بطولة كل سنتين ثلاثة يعني يخسر بطولة محدش مش متعود على الضغوطات دي لما جيه بقى نادي الكارب نادي البطولات نادي الإنجازات يعني مش ملاحق فدية تأثرت عليه نفسياً فرؤية بقى كابتال عباد الخطيب الرؤية الجميلة الاحترافية جاب الراجل الأول وداله الثقة يعني مش عاد بو لا داد داله الثقة وقال له دي مرحلة بتمر مرت بي كلاعب ومرت بي وأنا مسؤول وأكيد المسيباني نفسه مر بيها بكده بالضبط بس مش بالشكل ده يعني لو تضغط عليه في المؤتمرات الصحفية تضغط عليه من الميديا تضغط عليه من النقاد فالرجل يعني حاسي أنه في استرس جمت جداً عليه ده نحن كنا استرس والله إحنا كجماهير أو كمذيعين أو غيره أو داعمين للفريق إحنا كنا استرس بالضبط القطر اللي بتقال ما بالك اللي جوه بقى المطبخ المطبخ طبعاً وبعدين لو تفتكر يا كريم احنا اتكلمنا في الموضع دي من فترة وقلنا دي مرحلة بتمر بالبطل مرنا بيها وإحنا لعيبة مرنا بيها وإحنا مساعدين مدربين ومرنا بيها وإحنا مدربين بس أنتو مضغطوش زي دلوقتي في الفرق الموجودة يعني أنتو برضو كنتو لا أقول لحضرتك الحاجة أنتو كنتو شوية يعني محظوظين خلينا نقولها بذا الشكل ضغط البطولات ما كانش كده ولا المطشاط لا برضو كنا بس كانت الظرور كانت أفضل بكثير ارتياحية يعني عندك بين المباراة والمباراة وإسبوع بس في المقابل كنتو تعوضة بإيه؟ بالثقة للفرق اللي كنتو بتعبوها يعني كل متخب مثلا وقتها أو كل فريق يعني كل إفريقية أقوى من بعض صح صح كريم ده كان الفترة الذهابية للفرق الإفريقية كلها بالضبط فالجزء الثاني بقى كانت الخطيب مع اللعيبة طبعا رفع من الروح من المعنوية وانتو لعبة أبطال وانتو لعبة مميزة وأحسن لعبة موجودين في القارة والكلام ده كله كان مهم جدا تعمى معناوي خطيب طبعا كان في وقته بصراحة واختر توقيت المناسب وهو بساند يعني هو طول عمره موجود مع الفرقة إذا كان في الصفر خارج القاهرة أو وجوده في المعسكر معهم وكلامه دعمه يعني قاتوا ثمارهم ترجم على الأرض بشكل ميزة طبعا نشجعت من العبة وحسن لعبة لا لازم نعوض ولازم طبعا نفرح الرجل دوت وجاز الفني والجماهير بقى العظيمة المئة مليون اللي كان بشجاعهم بارح فكل الحاجات دي كان الجانب الإداري ده كنا لازم نقف عنده ونبدأ نعروض عشان الناس بردك تعرف ان المنظومة الكبيرة دي تليمين وخمستاشة سنة إنجازات وإعجازات بشماشة بالصدف اللي حصل في الموتش مبارح هو كان فيه إجابة على التساؤل يعني يمكن نهوالد كمان بصفة خاصة سألته قبل كده لفاكر في أكتر من حلقة فأكتر من موقف مشابه فكرة واحنا ليه دايما مش بنحسن الأمور من اللقاء الزهاب وحتى نهوالد قلت قلت طبق المبرر يا كابت المهرق الفرص اللي عمالت ضيع دي طب وبعدين أخرتها ايه فانوالد قلت له بس أصبوري أصبوري ليه برضك يا كريم لما عندك كل ثلاثة أيام ما بلحقش الرجل يصلح لكن لما بفيه مساحة اللي احنا بناتكلم عليه كل أسبوع مباراة فده الفارق الرجل اشتغل الرجل من ضد الحاجات اللي كانت محوظ الخطيب برضا اتكلم معاه أن لازم نزود في الحتة التخصصية دي الحل لازم يبقى فيه الكبات يقدروا يلموا اللعيبة فكل المنظومة اشتغلت بشغل احترافي بان النتاج بقى اللعيبة في المباراة دي في التسخين باين في المعسكر باينين ان هم متحمسين مركزين في ابتسامة خفيفة كده عايزين يعني يوصلوا لجمهارهم الحبيبة متألوش احنا حنسعدكم احنا حنبسودكم في المباراة دي وفعلا ده اللي حصل يعني ومش بس بكلم على القيابة انا بكلم على باقي المتشاط المتبقية احنا محطناش نهوات محطناش رجلين لسه على البطولة احنا لسه احنا حطنا رجل على نص النهائي فضلنا لسه في شهد تاني كده يوم احنا ضمننا ان احنا نلعب مباراة نهائية بس انت هتلعب عندك اريحية خيمر نبقى ننقل الصورة بشكل يعني سليم هو يمكن مسلماني في تصريحاته لازم ان هو كمدير فاني تحدث بها دي اللهجة ان انا لسه متأهلتش ولسه الفرصة ما جاتش وده صح لكن احنا على ارض الواقع احنا شايفين الفرصة بتاعتنا يعني انتكاد تكون خلاص هناك زي ما بتقال بس فكرة تصريحات مسلماني بقى وتصريحات المدير الفني السربي الخاص بالفريق الاخر هي اللي عايزين نعمل ما بينها مقارنة انا كريم كنا من يعني او تحدثنا عنها في بداية الحلقة بشكل سريع مسلماني كان ليه تصريح خاص بفكرة انا صناعة الفرص ودي حاجة اعتقد كويزة جدا الحاجة التانية فكرة انه هو الهدف الخاص بطاهر ولما اتكلم قال ده من اهم الاهداف كانت عندي لان هو لعبه رأس حربة فبرضو هنا زي ما بتقال ايه هو تحدى بيه او عول عليه او راهن بيه فبرضو دي بتشوفها ازاي دي بردك من ضمن خبرة مسلماني وتحضيراته المباراة وستراتيجية اللي اشتغل عليها وقرائته للفرقة وفاق ستيف بيمتاز هو بالقرائة دي بيتابع كل النقط اللي هي فيها ايجابية بالنسبة للفرقة ازاي نحافظ دفاعيا عشان نوقف الكلام دوت الحاجات اللي فيها صغرات ازاي نشتغل عليها عندهم عندهم حرصة المرمى وعندهم خط الدار كان واضح قوي ان فيه صغرات بشكل كبير اراها درجة انه غير الطريقة من اربعة اثنين تلاتة واحد لأربعة اربعة اثنين فدي بردك من الدين زي ما قلت انهوان دخل طاهر راس الحربة مع بيتسو اللي بعتبره نجم المباراة فعلا لان الفترة اللي فاتت ديت هو ما كانش محظوظ وكنا بنتمنى ان نجيب بول يعني احنا عادنا بلغطة كورا ويربك السفوف المدافعين دايما وعنده سرعة تحرك في كل حتة بالعرض بطول للاماب في كل كورا متابعة في كل هجمة بيأسست بيسني بيطلع زميله بيتحرك لهم لا تحس فعلا ان اللعيب امبارح كانوا عايزين يعملوا حاجة يعوضوا بيها بتاعتنا لف الدور العام هل ده اللي خلى في رأيي حضيتك اكتر من اللاعب بعد ما تسجل اكتر من هدف يروحوا للجمهور ويعملوهم كده انتوا على رأسنا على رأسنا طبعا يعني وكاين فيها مصالحة مع الجماهية طبعا او تعالوا من سلبيات الرجاء خلينا نقول ما سربطش الرجاء طبعا ان برضا فرص الرجاء كانت كتيرة جدا وحنا حتى كنا قلقانين وبعدين النتيجة تغيرت بين التين واحد طبعا هنعمل هناك فزا ما قلت كريم كده ان مصالحة الجمهور دي خل بالك هم كل كل ذهنهم وكل فكرهم احنا عايزين نرادل مئة مليون دول طبعا مش جميل الاهلي بس كل جميل الاهلي اللي موجودة في مصر وفي العالم العربي والجماهية دي تستحق تطراض الحياة هي داعمة في كل الأوقات وفي كل الظروف طبعا لان هم دول يعني مشاركين معهم في جميع المطلعات وهما دول المحرك الأساسي للعيبة دخالها كريم لما كنا نرجع لورا كده شواء المباريات ديت من غير جمهير شوف اللي جوال احنا جبناهم الاربعة ولا كده حد يحس بيها شوف النهاردة لما بيجيب بول شوف المدرج ما بعمل ازاي اللعبها متحمسة ازاي دا بدي إصرار للعب انها يجيب الجول التاني والتالة والرابع طبعا العودة فيها كلام كتير العودة زي ما كنا بنقول احنا لو على الورقة او القلم لا الموضوع خلاص يعني شبه محسوم تمام ولو ان برضو في كرة القدم ما فيش حاجة اكيدة ولكن البعض بيرى حريك برضو تقولي رأي يا كابتن همام ان خلاص انا دلوقتي عامل ربعية جميلة جدا ونظيفة لما اروح عايز اريح اللعيبة الاساسية وابتدي بقى العب بشكل يعني اريح شوية هل حضرتك مع هذا الرأي ولا فكرة هنا ان انا العناصر المهمة عندي مرايحاش برضو الموضوع مش مضمون لا خليهم يعني مع ده ولا مع ده لا انا مع يعني سيست النادي الاهلي اللي هو البطل طول عمره كل مبارا بخشها عايز تلت نقاط عايز المكسب عايز الاداء فاحنا ما نعرفش نريح او نعرفش نتكاسل او نتخازل بس احنا عندنا متشطة ده كده مهمة مرايحش العناصر المهمة بتاعتي او الاساسية بتاعتي شايفة ده مصحتهم هو حتة التدوير نهوان بتتعامل للمواقف اللي بالشكلة ده يعني كلمة تدوير برضك عشان الناس تبقى عايشة معنا يعني تدوير يعني تدوير وخوتتونا بموضوع التدوير ده التدوير ده بيتعامل من مدير الفني نتيجة الاجهاد الواقع على اللعيبة بعض اللعيبة مصابفة بريح بيبدأ بالبديل بعد اللعيبة عايز رايحها عشان يقدر نستفاد بها في ملف الدور لما نرجع فكل الحاجات دي بتبقى موجودة في استراتيجية تحضير الفرقة لمباراة العودة بالنسبة لمستر المسلماني يعني هو كمان فاجئنا في المباراة دي ان لعب عبدالقادر مكان قفشة كل الناس قالت قفشة هيلعب في مكانه تسعى وعبدالقادر حيث على الطرف في ناحية اليمين هو فاجئنا ان عبدالقادر عنده المهارة وعنده الامكانيات اللي يقدر يغذف بيها المهاجمين من ناحية صنع الألعاب من ناحية المهارة الفردية من ناحية المروغة من ناحية الزكاء فرح ملعبه في المكان ده وده برضا فكر فكر مدرر وإلى أي درجة كان موفق في رأي حضرتك ما شاء الله لكن درجة كبيرة جدا مكسب كبير العرضة كمان يمكن يشارك لنا هدفين وواحد دي هو عبدالقادر واحد للشحات كان ممكن نتيجة تتغير أكتر من كده الحاجة التانية كمان زي ما نهواندا قالت أنه هو أشرك كمان طاهر كراس حربة يعني فترات بيقرب من بردستاوي والاثنين راسين حربة وفترات بيطلع يروح في الجناح كل الحاجات لو عمل تغيرت هلو مكسيوني كمان رد اعتبار يعني أنا كرجل السربي لو أنا مسؤول عن الفرقة خلاص أربعها طبعا دي قاتلة قالها في التصريح قال أنا يعني صعب أعوض الربعية النظيفة للأهلي لأهلي لكن بلغة القورة رد اعتبار بمعنى أن أنا عايز أكسب الأهلي هناك أريد أنك شرف لي أنه يكسب الأهلي هو مفروض كان يصرح بدا بس التصريح اللي هو قاله أنا وكريم كنا حتى بنتناقش فيه تصريح غريب جدا لما تيجي تقول صعب أعوض الخسارة بتاعت الربعية تم أنت كده بتحط روح انهزامية في فرقيتك من قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فأعتقد أنه لم يكن موفق تماما طبعا هو الخط بس النهواند بتاعت الربعية خليته يعني خارج نتاكل الخدمة لو كلامه فيه إلى حد كبير برضو إقرار للواقع إنه فعلا مهمة مش سهلة يعني مطلوب منهم بناكن هما يفوزوا مسألة خمسة صفر ودي حاجة يبا يقول مهمة صعبة وأنا بلغة الكورة رد اعتبار رد اعتبار أنا أساكسب الأهلي بعد ذا بتحط في السيدي بتاعه في التاريخ بتاعه هو خسر من الأهلي مثلا في مصر لكن أنا أساكسب خلينا نستأذر نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نكمل كلامنا وغروريتك في ما هو قادم إن شاء الله فاصلتم مع أبوكات فتح شرح بحضراتكم مرة تانية وكابتال ماهر كلامنا لسه أكيد مخلص عندنا نقاط كتير عايزين نتكلم فيها كلمت معاك أنا وكريم قبل الفصل في فكرة هنا صناعة الفرص والتصريحات الخاصة المسلماني لما أكد على أهمية صناعة الفرص في أي مباراة بياخدها الأهلي لكن إحنا مشكلتنا قوي كانت في صناعة الفرص على قد ما مشكلتنا كانت في الفرص المهدرة يعني الفاينل تاتش أو الفينال بتاع اللعبة زي ما بيتقال مسلماني قدر برضو في المباراة بالأمس شفنا إن هو عالج هذا الأمر طب إحنا نقدر أساسه طالما المشكلة أو القضية ما هيش بهذه الصعوبة إن أنت تقدر تحلها خليني أعرف منك ما زي ما قلت لك نهوان إنك إنت كل تلات يام بتلعبي فما بتلحقيش تسلحي الأخطاء إذا كانت الفردية أو الجماعية ومنها الجزء اللي حضرتك سألت عليه حيث إحراز الأهداف دي أصعب حاجة يعني كل الشغل اللي بيحصل في الملعب عشان نتيجة في الأخ نيجي بجهول بزرط كثانية طيب أنت دلوقتي بتختلف الأمور معاك في الدور المحلي شفنا الثلاث مباريات في المكان قبل مبارات وفاق صيف شوف التكتل الدفاع اللي ممود اللي بتعمل في المبارات النادي الأهلي كل الفرقة وقفوا في الثلاثين يارضا ها الثلاث خطوط وقفوا في الثلاثين يارضا وبيدفعوا بشكل يعني في منطقة الشراسة اللي في الدولي فأنت كمان بتقابلوا بهجوم ضاغط طبعا ومحاولات من اختراقات من على الأطراف وجمال تكتيكية وكور سابتة فبتقابل صعوبة بشكل كبير عكس المبارات الأفريقية وبتستغل في طاقة اللعيبة كمان وحاولت خلق الفرصة بتستهلكهم انت لو تقعد تبص كده كريم على المرمى لتلاث خشبات ما تقدرش تحددوا من التكتل والدفاع اللي موجود من التلاث خطوط عشر لعيبة بس هنا بقى بالبنى أهمية اللعيبة اللي عنده قدرة على الاختراق والبروغة وخلق فرصة من العدم وحنا عندنا أكتر من لعب زي عبدالقادر زبط زي ما قلت كريم كده دي مهم بقى اللعبة المهرية اللي احنا دلوقتي عندنا ما أكسرهم بصراحة عندنا طاهر وسرعات وقوة واختراقات بجد محمد شريف عندنا محمد شريف شوف من محمد شريف البارح لما بدأ يختارك هو ده محمد شريف أنا أكتر لاعب فرحانة شخصيا اللي بقى لي محمد شريف لأن محمد شريف لاعب بجد تقيل ولاعب أثبت نفسه مع قدومه السيماني والدروب اللي حصله ده كنا متأكدين أنه هو في يوم من الأيام وفاري سون كان هيرجع تاني المستوافة ففعلا وده كان مبارح وده اللي حصل لو تفتكروا إحنا عادنا نقول فيه أوقات حيقعد محمد شريف لازم يقعد يبعدوا شوي يشوقوا ما أنت لما بتقعد وتبعد بتحس بشتياء وبعدين بلغة الكرة كده أنا عايز فلفل وشطة عايز يعني أكهرب الناس عايز أحمس الناس عايز أحسزك أن فيه بديل موجود ممكن يأخذ مكانك بديل ممكن يعني بلغة الكرة يركب عليك بس مش بس ده جزء كابتن همام لأن الشق اللي كان خاص بالشريف لو تتطفق معي كان نفسي أكتر من فكرة أنه هو مش مهاري هو الشق النفسي مع ما حدث في المنتخب هو اللي أثر عليه بهذا الشكل مؤخرا فعلا الأهلي كابتن محمود الخطيب مجلس الإدارة بموسمان يدروا أنهما يرجعوا اللعيبة للمستوى بتاعهم النفس قبل الفني وراجل كوروش قبل ما يمشي يعني زي ما تقول يعني قعد معي وكلمه قال له أنت لعب ممتاز ولعب لكن الكيميا معي ما مشيتش لكابتن محمود الخطيب ده مكانه قدر يستقطب الولد ويقدر يقعد معه جلسة واحدة بس يرفع مرحب الحاجات مهمة ثم بعد كده مستوى مسماني العداد النفسي مهم جدا وأعتقد أن مسماني عنده الحتة دي المتميز في الجزلية دي الحقيقة ممتاز مع كل اللعيبة بصراح الفروب بدأ اتبان زي ما قلت لك شريف نزل بيتسو رجل يعني بيشتغل بدماغه لما لا بدأ يختار بين قلبية الدفاع دي دي تحرقات شريف المميز بيه وبعدين كمان احرازوا الهدف بشكل احترافي بشكل فهو ده شريف فإحنا من وصولنا لإن شاء الله للمبرانة النهائية يعني فيه مكاسب رضا جماهير النادي الاهلي جازل فني فرحان مجلس إدارة كابتال محمود الخطيب مبسوط بالأداء فدي كلها جوانب العامل النفس زي ما قلت يا كريم مهم جدا جدا وهو اللي بيجي بيلم بقى بيلم الشامل ده حلوة طيب لو بصنا على الصورة كده الودادي المغريبي يمكن هو والاهلي الأقرب 2017 يعني خليني برضو أشوف الصورة في ذهن كابتال ماهر ازاي يعني 2011 بعضك الأمور هتختلف عن دلوقتي أكيد في لعبة تغيرت بعد الودادي أعتقد احنا أفضل دلوقتي احنا أفضل معنويا وفنيا جدا وبعدين نهواند عايز أقولك كل الفرقة دي بتخف مننا كل الفرقة دي بتترعب من داعلي جوف ملعبها وخارج ملعبها بتعملينه حساب خلينا نقولها قطع يعني لأنه هم عارفين أنهم بلعبوا فرقة يعني نادي صاحب بطولات ونادي مميز ونادي عنده أفضل اللعيبة طبع بس هو دايما منعش أنه دايما المباريات الأهلي مع أي فريق أو حتى المنتخب مع أي منتخب قادم من شمال أفريقيا لا بيحجروا معنا جمع يعني يعني عندهم عندهم الفكر زي حالتنا قريبين من أوروبا بيكتسبوا الصفات ديت أو المهارة دي الحاجة التانية كمان هم لما بلعبوا قدام مصر عارفين أن لما بيكسب مصر هو كسب سبعة تلاف سنة بيزهوا بانتصار هم بالذات غير غير أفريقيا الصمرة يعني تلاقي حتى حتى لعباتهم الموجودة في الدور المحل عندنا عندنا يمكن ما يقرب عن 13 لعب تونسي حوالي 3-4 لعب مغربة فبقى سوء عايز أقولك أن كل شمال أفريقيا يجب الدور المصر كلهم والله يعني لعبة لبي عزتيجي جزائر تونس المغرب اللي شايف دون الأهل يلعب في 5-6 بطلات طبعا كل لعب يتمنى وأكيد علي معلول أقرب واحد زميل اللي موجودين هناك بيكلموا يعني منهم يعني اللعب منتخب تونس لعب ترجل مميز بن علي ده عمر محمد بن علي لعب من اللعب اللي عايزة تيجي خلنا فترة جاية ويتمنى أنه يحترف حلو أنه دور بالضبط وأنا في الرأي بصراحة بتوع الشمال أفريقيا أفضل من الأفارق يعني لعبة عندها ذكاية وعندها ثقافة وعندها خبرات ومدّك يلعبوا في مستويات أعلى منهم لعب حتكوا في أوروبا فأنا شايف تجربة شمال أفريقيا معنا اللعب المحترفين بالذات ومنهم عالم علول وبانون نجحت بشكل أكثر من اللعب الأفارق كويس جدا خلينا نحضر مع حضرتك جميع لنفضل طريبا دقتين من اللاعب من موجة نظر كابتن ماهر اللي ممكن لو مستمان يدّال فرصة يروح في لفل تاني وبالتالي يعني يخلي بردو أداء الفريق أو أرقام الفريق أفضل تحديدا مين ومنتصر محمد محمود الولد اللي احنا جبنا بصراحة من ودي دجل أنا شايف أنه هو من اللعب اللي عايز تاخد فرصة لعب كويس والناس حس بي في المباراة الأخيرة بتاعت الدور العام لما حصل ضرب جزاء بتاع السراميكا راح حط دماغ وطار بفدائية لعب تحس أنه لعب مهاري وبعدين حظوظه يعني يعني اتنين صليبي هنا وهنا وفي سنه صغير ما دي أوحش حاجة فدي بردك من ضمن الحاجات اللي أخرته بشكل كبير لكن أنا شايف ممكن ينافس قفشة بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية من العب المميزة يعني حسام حسن كمان كنا نتمنى أنه ياخد مساحة أكبر من كده شوية حسام عنده من الامكانات اللي شفناها طبعا تود أن تفيدنا خلال الفترة بإداءة وكل كل كلام ده يرجع طبعا لمستر مسيماني هو قد رمينا لأنه اللي في المطبخ هو اللي عارف إمكانات لعبته بشكل كبير رائع جدا أنا حسن أن يعني إحنا فاضل ضيئة صح بتهيأني بس بيئة بالزبط يا يا زبطيها ازاي حس كريم لسه رمضان أه لسه أنا رمضان جميل هو شهر جميل جدا وإحنا بناخده أجازة بس القصة كلها نحن بنصح ستة ستة ونص ده العادي بتاعنا رمضان لما جاء أنا كنت بنام ثلاثة واربعة الفجر وبمصح الساعة ثنين الظهر فأن أنت تساستم نفسك دي كانت طبعا صعبة في أول كام حالة أستحملونا والحلقة الجميلة اللي في رمضان اللي تعملت بصراحة بس دي كانت بالليل بقى مازجنا دي كانت جميلة جدا بصراحة نورتنا كابتن مهركة العادة نشكرا نشوفك رائد إن شاء الله سعيدنا بجودك معنا في رمضان ختمنا معك الحلقة لنا ونعود في رمضان وأول حلقة بعد العودة كل سنة وانت طيب وانتطورنا دايما وبتسعيد شكرين يا فان حلقة جميلة وأكيد بداية أسبوع يعني مع حضراتكم كلنا كنا بننتظرها العودة مرة تانية عاشر صبح بالأهلي بنوعيدكم إن شاء الله أن الموسم ده سيكون فيه اختلافات كتيرة جدا في البرنامج تقارير خارجية أراء حضراتكم هتكون دايما موجودة معنا فيما يختص بأي موضوع خاص بالأهلي خليكم معنا وحلقة جديدة بكرة نشوفكم فيها